ترجمة نانسي قنقر أيده الله ورعاه وأشهد سعادة وزير الإعلام بمضامين لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وما حمله من أفكار ورؤى نير تعكس إيمان سموه بسلطة التشريعية ودورها الوطني المشهود مؤكدا سعادته أن سمو ولي العهد حريص من خلال توجيهاته المستمرة لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية والاستجابة المباشرة لكل ما يدور تحت قبة مجلسي الشورى والنواب على الدوام دعما لعجلة التنمية والازدهار التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات وثمن سعادة وزير الإعلام ما تضمنه خطاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للسلطة التشريعية من تشخيص واقعي ورؤية حكيمة لمجريات الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على التنمية الوطنية مشيرا سعادته إلى أن نهج سمو ولي العهد الحكيم يفتح آفاقا جديدة من التكامل والعمل المشترك استجابة لمتطلبات دعم مسارات العمل الوطني وتحقيق تطلعات المواطن باعتباره غاية التنمية وهدفها الأسما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر